ابو تركي يعني رئيس الاتحاد الاسوي للصحافة الرياضية ايش يعني الاتحاد الرياضي كثير من الناس يقولك ايش هو الاتحاد الاسوي للصحافة الرياضية شوف احنا نتحدث عن الاتحاد الاسوي يعني احنا نضمينا الان كاللجنة اعلام رياضي الى الاتحاد الاسوي للعلام الرياضي ونضمينا ايضا رسميا وتم الترحيب فينا وعلان اشهار عضوية اللجنة كممثل رسمي للاعلام الرياضي السعودي في الاتحاد دولي للصحافة هذا موضوع فيه عدة أمور طبعا فيه تسهيل في المشاركات الرياضية والكروية المختلفة والمباريات لأنه في كثير من الجهات الفيفا أو غيرها في كثير من الأحيان تشترط عضوية الاتحاد والأصحاف الرياضية الاتحاد الأسيوي بداية الفكرة كان الزميل محمد قاسم رئيس نجة الإعلام البحريني كان في اللقاءات معه هذا الرجل جاء أمين عام مساعد دعني خلني يختصر لك يمكن ما يهم الناس كثير في الأسيوي عمل عدد من الأشياء للإعلام الرياضي احنا في العلام السعودي أيضا استفدنا اشركنا عدد سعودي عدد أكثر من الدول الأخرى في دورات هناك برنامج كامل لانتشال الاتحاد الأسيوي للإعلام الرياضي من الحالة اللي هو فيها حاليا وتقديمه بصورة مختلفة وتقديمه كقوة أسيوية واحدة يعني يمكن شعار حملة كان نيو أسيا الجديدة هناك برامج كثير يجب يعني أنا ما وصلت لهالمكان أو وافقت والعلم كان بطلب من الأخوة سواء محمد قاسم من أبو مشعل من الإمارات كان هون قبل نائب رئيس ورجع للمكتب التنفيذي من عدد من الخليجيين حتى دعم الأستاذ فيصل قناعي الرئيس للاتحاد الأسيوي السابق إلا لخدمة هذا البرنامج الكبير وانعكاس إن شاء الله على تطوير أدوات الإعلاميين الرياضيين في المملكة نعم نعم